الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله حمدا لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه الحمد لله الذي ازينت بحمده الأفواه وخضعت لعظمته الجباه الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه الحمد لله حمدا يزكو جديده ولا يحصى عديده الحمد لله حمدا دائما لا ينفد أبدا الحمد لله حمدا لا ينتهي مددا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله خالق كل موجود ومفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان الحمد لله على ما أسال من وابن الآلاء وأزال من وبيل اللأواء وأسبل من جميل الغطاء وأمال علينا من كفيل الإحسان الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله المتوحد بالألوهية والبقاء والعز والكبرياء وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الجبار الذي لا يرام العزيز الذي لا يضام القيوم الذي لا ينام ما قام مخلوق بحقه المولي بفضله على جميع خلقه سبحان من خضعت له الرقاب سبحان من ذلت لجبروته الصعاب سبحان من لانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وصدق الله ذو العظمة والجلال صدق الله الكبير المتعال صدق من تقدس عن الأشباه والأمثال وجل عن الفناء والزوال صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه ووليه ونجيه ورضيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك ودلنا عليك وهدانا إليك نشهد بين يديك أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تحركت الألسن والشفاه وصل عليه من فلق صبح وأشرق ضياه اللهم صل على نبينا محمد أشرف لا أشرف الورى وأعلى البرية جاها اللهم صل عليه صلاة لا تتناها اللهم صل عليه صلاة يعم الكون سناها وطيب شذاها اللهم صل عليه وعلى ذريته اللهم صل عليه وعلى آله وذريته وأزواجه الطاهرات وأصحابه الأنجم الزاهرات صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين باقيين زاكيين إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة اللهم لك الحمد على تراد في إحسانك وتتاب عمتنانك اللهم لك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا وَسَائِقَنَا وَدَلِيلَنَا إِلَى جَنَّاتِكَ جَنَّاتِ الْخُلُودِ اللهم اجعله لنا شافعا يوم اللقاء وحجيجا يوم القضاء ونورا نستضيء به في كل ظلماء اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوة هوانا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اهدنا لأخلاق القرآن اللهم ادبنا بأدب القرآن اللهم ارزقنا بركة القرآن ونور القرآن وهدى القرآن وفهم القرآن وأغننا بالقرآن واكفنا بالقرآن وشفنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجمعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن ونور بصائرنا وأبصارنا بالقرآن يا كريم يا منان اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم لا تجعل القرآن بنا ماحلا ولا الصراط بنا زائلا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليات واجعله شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا وأوردنا حوضه وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه مشربا هنيا سائغا رويا لا نضمأ بعده أبدا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأراف من الملك وأنصر من ابتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الواحد لا شريك لك أنت الملك لا ندلك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك أقرب شهيد أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك وأنت الله الملك الرؤوف الرحيم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يواخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا غاية رغبتنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آمائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم كما جمعتنا في مسجد خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد اللهم اجمعنا في الجنة بحبيبنا محمد وآل حبيبنا محمد وأصحاب حبيبنا محمد وأتباع حبيبنا محمد بفضلك وكرمك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء والعبيد لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأراضين ودرت والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كراب يوم القيامة وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أسلمنا نفوسنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وفوضنا أمورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا إلهنا أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجر ووعظتنا آياتك فلم نعتبر اللهم لا عذر لنا من ذنب فنعتذر ولكننا أهل ذنب فنستغفر اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلن وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسلك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسلك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك خير المسالة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثبتنا وثق الموازيننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها نفوسنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من مضلات الفتن وننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مبتلا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حقا إلا استخلصته ولا سعرا مضرا بالمسلمين إلا أرخصته ولا شابا إلا هديته ووفقته وأسعدته ورزقته يا رب العالمين ولا فتاة إلا سترتها وأسعدتها وأعطيتها وأرضيتها ووفقتها ورزقتها وباركت حياتها وسخرت لها يا رب العالمين اللهم ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا عدوا للإسلام إلا خذلته ولا عدوا للكتاب والسنة إلا قصمته يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغناء والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا ندى تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به وحلالا طيبا نكتفي به اللهم هبلنا صحة لا تلهينا وغنا لا يطغينا وأغننا بفضلك يا ربنا عمن أغنيته عنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمى يا رب العالمين اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا وشر أبصارنا وشر قلوبنا وشر ألسنتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه ومحوت عنه آثامه وأسعدت قلبه فاستعد لما أمامه اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقسير منا اللهم إن كان في سابق علمك كأن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا وعمنا جميعا بعفوك وغفرانك واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة اللهم اجعل شهرنا شاهدا لنا يوم يقوم الأشهاد اللهم اجعله شاهدا لنا بأداء فرضك ولا تجعلنا ممن تعب واجتهد ولم يرضك يا رب العالمين اللهم يا واسع الرحمات يا واسع الرحمات يا عظيم الصلاة يا جزيل الهبات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر للآباء والأمهات اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنهم أعطونا فأعطهم اللهم إنهم أكرمونا فأكرمهم اللهم إنهم تجاوزوا عنا فتجاوز عنهم اللهم إنهم غفروا لنا فاغفر لهم اللهم عافي أبدانهم اللهم عافي أبدانهم واشفي أسقامهم وحقق مناهم واستجب دعاهم ومارك لهم في حياتهم واختم لهم بالصالحات من أعمالهم يا رب العالمين اللهم اغفر للأموات من الآباء والأمهات اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم اجعل قبورهم نورا اللهم اجعل قبورهم نورا اللهم املاها عليهم سرورا اللهم من كان منهم مسرورا فزده سرورا وحبورا ومن كان منهم معذبا ملهوفا فبدل حزنه فرحا وسرورا يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم ارحمهم واعافهم واعفوا عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ان لنا اخوة حبسهم المرض على الاسرة في المشافي اللهم انزل عليهم رحمتك انزل عليهم شفاك اللهم انزل عليهم شفاك اللهم انزل عليهم عافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله الأولين يا إله الأولين والآخرين يا ناصر المظلومين يا قاهر الجبّرين يا قاسم الظالمين اللهم طال ليل الظالمين وطال البلاء على إخواننا المسلمين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا اللهم بدل خوفهم حزنا اللهم بدل خوفهم فرحا اللهم بدل خوفهم فرحا اللهم بدل خوفهم أمنا وحزناهم فرحا وشتاتهم سكن يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة المعتدين والكفرة المعتدين والمنافقين المتربصين أنزل عليهم بأسك يا رب العالمين اللهم أهزمهم وزعزعهم وزلزلهم ودمرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس المحتلين اللهم اجعل أهلنا في فلسطين في ضمانك وأمانك وإحسانك يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احقن دماءهم وصنع عراضهم واحفظ أموالهم وديارهم وبلادهم وأمنهم واستقرارهم يا رب العالمين اللهم ارفع عنهم الحروب والنزاعات والصراعات والفتن يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وبغي الباغين وظلم الظالمين يا رب العالمين اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا ووحدتنا وجماعتنا وولاة أمورنا وجنودنا وحدودنا ورجال أمننا وعلماءنا ومشايخنا وقضاتنا ورجالنا ونساءنا وصغارنا وكبارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اوفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين عبدك سلمان بن عبد العزيز اللهم اوفقه لما تحب وترضى اللهم احفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك ومتعه بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم اوفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم اوفقه ولي عهده اللهم اوفقه لما تحب وترضى اللهم سدد أقواله وأفعاله وأعماله واجعله هاديا مهديا يا رب العالمين اللهم احفظ أمراءنا ووزراءنا يا رب العالمين اللهم احفظ العاملين في خدمة الحجاج والزوار والمعتمرين وفي خدمة الحرمين الشريفين واجزهم خير الجزاء وتقبل منهم واحفظهم وبارك لهم في أموالهم وفي أهلهم وفي صحتهم يا رب العالمين اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا وثغورنا اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين اللهم اجعل ما قدموه دفاعا عن دينهم وعن وطنهم اللهم اجعل ذلك صحة في أبدانهم وسعة في أرزاقهم وصلاحا في ذرياتهم ورفعة في درجاتهم واحفظ عليهم أسرهم وأهلهم وأموالهم وذريتهم وأبناءهم وبناتهم يا رب العالمين واجزهم عنا خير الجزاء وأوفاه يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد على الختام ولك الحمد على التمام اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها اللهم وأنزل من بركاتها على أهل الدور في دورهم وعلى أهل القصور في قصورهم وعلى أهل الثغور في ثغورهم وعلى أهل القبور في قبورهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي المصطفى المختار وآله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار وارضعنا معهم يا كريم يا عزيز يا غفار الله أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر شكرا